موسيقى السلام عليكم نشط التاسعة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين المجلس الرئاسي يعلن استكمال الترتيبات الأمنية وبدأ حكومة الوفاق الانتقال إلى العاصمة لمباشرة مهامها فعقيد صالح يدعو أعضاء مكتب الرئاسة والبرلمان لاستئناف الجلسات واتخاذ قرار منه الأزمة بانكيمون يدعو من وصفهم بمعارقلي انتقال المجلس الرئاسي إلى العاصمة للتعاون والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا يقول إن المنافذ الحدودية يجب أن تكون تحت سلطة المجلس الرئاسي اشتباكات مسلحة في منطقة غوط الشعال غربية ترابلس وبلديات ترابلس الكبرى تدين التوترات الأمنية في العاصمة أهلا بكم أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان له استكمال الترتيبات الأمنية لمباشرة حكومة الوفاق عملها من العاصمة ترابلس مشيرا إلى أن المجلس قد بدأ في الانتقال إلى هناك لمباشرة مهامه وأوضح المجلس الرئاسي في بيان حرصه على مباشرة عمله بطريقة سلمية وآمنة متهما من وصفها بالمجموعة المعرقلة لدخول الحكومة إلى ترابلس بإغلاق حركة الملاحة الجوية مما تسبب في أزمات إنسانية للعديد من الليبيين العالقين في المطارات من مرضى وجرح وأطفال ووصف المجلس الرئاسي إيقاف حركة الملاحة الجوية يوم أمس بالتعدي الواضح مؤكدا أنه يعد خرقا للاتفاقيات والأعراف الدولية وفق البيان هذا وجدد عضو مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي دعمه للاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني لإنهاء حالة الانقسام والمعاناة التي تمر بها البلاد وضع السويحلي في بيان له رئيس المؤتمر الوطني العام نوريا بوسهمين ورئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل إلى التسليم بما توافق عليه غالبية الليبيين والابتعاد عما سماها سياسة التخوين والتهديد والوعيد هذا وثمن السويحلي روح المسئولية التي تتحلى بها القوى السياسية والعسكرية وكبرى كتائب وسرايا سوار الداعمين لحكومة الوفاق عدم انجرارهم وراء استخدام القوى ضد ما وصفها بالممارسات العباسية التي تقوم بها الأقلية المعرقلة في العاصمة ترابلس عقد مجلس النواب اليوم في مدينة طبرق جلسة تشاورية نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة والمتمثل بحضور 98 عضوة وأوضح عضو مجلس النواب صالح فحيمة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن النواب وجهوا دعوة خلال الجلسة للأعضاء المتغيبين للحضور وتحمل مسؤولياتهم من أجل إنهاء حالة الجمود التي يعيشها مجلس النواب بحسب قوله وأضف فحيمة أن النواب ناقشوا أيضا قضايا نقص السيولة في المصارف والدقيق للمخابز وذلك بحضور رئيس مجلس النواب عقيل صالح وغياب باقي أعضاء المكتب الرئاسة هذا وجدد رئيس مجلس النواب عقيل صالح دعوته لأعضاء البرلمان لاستئناف عقد الجلسات بمدينة طبرق وتسوية الخلافات واتخاذ قرار ينهي الأزمة في الولاد وقال صالح في بيان الله أن الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا تحتم على الجميع الوصول إلى توافق وطني وإيجاد حل نهائي للأزمة يرضي كافة الفرقاء بالتوازي مع هذا أضف أيضا رئيس مجلس النواب أن الحرب على الإرهاب ليست مقتصرة على جبهات القتال مؤكدا أن المعركة السياسية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية ويتحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم وإنهاء التزاماتهم الدستورية والأخلاقية اختلفت المواقف المحلية حول مسألة دخول حكومة التوافق إلى الترابلس بين رافض لهذه الخطوة مرحب بها على أمل أن تنهي حالة الانقسام السياسي الرهن التقرير الآتي يفصل عددا من هذه المواقف منذ إعلان المجلس الرياسي لحكومة الوفاق الوطني بدأ ترتباته لمباشرة الحكومة عملها من ترابلس تتالت ردود الفعل دوريا مرحبة بهذه الخطوة فيما تباينت المواقف في الداخل ولعل أكثرها تواتر المواقف القادمة من العاصمة ترابلس حيث اعتبرت حكومة الانقاذ دخول حكومة التوافق العاصمة دون إعطاء السلطات التشعية حقها الدستوري إقصاء للمشروع الديموقراطي الوليد في البلاد كما أصدر عدد من قادة الثوار في ترابلس بيانا طلبوا فيه السراج بتحديد موقفه من الثوار ومن حفتر وعمرياته العسكرية في بنغازي من جانبهم أكد عدد من أعيان وحكماء مدينة مصر ترفضهم لما سموها حكومة لا تحظى بتوافق مختلف شرائح المجتمع الليبي حسب تعبيرهم نظرا لما تمر به البلاد من مرحلة خرجت نتيجة المحاولات التي تقوم بها أطراف سياسية ليبية لفرد حكومة المنصاية بالقوة الرفض نفسه عبر عنه بعض النواب المقاطعين لأعمال مجلس النواب نرفض رفضا قاطعا المحاولات المكشوفة للانقلاب على المؤسسات الشرعية في المقابل أعلن عدد من أهالي جنزور ومؤسسات المجتمع المدني فيها عن دعمهم الكامل لحكومة الوفاق باعتبارها الحل الأفضل وليس الأمثل المجلس البلدي مصراتة وعدد من كتائب ثوار المدينة أعلنوا في بيان لهم تشكيل غرفة أزمة مؤقتة لتمكين حكومة الوفاق من العمل من طرابلس نعلن عن تشكيل غرفة أزمة مؤقتة تعنا بتوطين حكومة الوفاق الوطني يؤكد الجميع المؤيدون والمعارضون لدخول الحكومة التوافقية للعاصمة على مبدأ الحرص على الأمن والتحذير من الفتنة وتبقى الأيام القليلة القادمة كفيلة بتوضيح صورة المشهد السياسي في ليبيا في انتظار توافق يتطلع إليه المواطن وينهي الأزمات في البلاد عبر الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون عن دعمه الكامل للمجلس الرئاسي وحثه على ممارسة قيادة قوية لتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل من العاصمة طرابلس بأسرع وقت ممكن وأثنى بانكيمون على جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في قيادة عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد خلال لقائه بنائب رئيس المجلس موسى الكوني في تونس ودع الأمين العام للأمم المتحدة معرق لي انتقال المجلس الرئاسي إلى العاصمة طرابلس إلى ضرورة التعاون الفوري من أجل انتقال سمي ومنظم للسلطة في سياق آخر دع الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون جميع الليبيين إلى الوحدة لمواجهة خطر ما يعرف بتنظيم الدولة وقال كيمون في حوار خاص مع وكالة تونس إفريقيا إن الأمم المتحدة منشغلة إزاء توسع ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا مشددا على ضرورة تشكيل حكومة الوفاق الوطني في أقرب وقت ممكن لوقف تمدد هذا التنظيم وفي سؤال عن الخيارات الممكنة في سورة تواصل انسداد آفاق الحل السياسي في ليبيا أشار مون إلى أن هناك العديد من المواضيع التي ما زالت تدرس في مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل في غضون ذلك قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا جوناثان واينر إن الاتفاق السياسي الليبي يلزم جميع الأطراف بأن تكون جميع المنافذ الجوية والموانئ والحدود البرية تحت سلطة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أضف واينر في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن اتفاق السخرات المغربية أعطى لليبيا إمكانية المضي قدما بحكومة واحدة عوضا عن الحكومات الموازية السابقة على حد تعبيره أشدد واينر على ضرورة أن يستكمل مجلس النواب منح الثقة لحكومة الوفاق مذكرا بأنه للمرة الخامسة على التوالي لم يكتمل النصاب لعقد جلسة البرلمان منذ الثالث والعشرين من فبراير الماضي إلى العاصمة طرابلس الآن والتي أوضح فيها مصدر أمني فضل عدم الكشف عن اسمه أن اشتباكات مسلحة اندلعت يوم أمس في منطقة غوط الشعال غربي العاصمة طرابلس بين عناصر سرية لعبيات والقوة الوطنية المتحركة وأوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الاشتباكات جاءت على خلفية اتهام سرية لعبيات بقتل أحد المواطنين من مدينة كاباو ورفضهم الانسحاب من مقرهم بناء على طلب الأهالي ما دعا القوة الوطنية المتحركة لمهاجمة المقر وهدمه بالجرافات هذا وقد أسفرت الاشتباكات عن خسائر مادية في المباني المجاورة لمقر سرية لعبيات فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك خسائر بشرية نتيجة الاشتباكات بحسب ما أفد به المصدر ودانت المجالس البلدية لبلديات طرابلس الكبرى التوترات الأمنية والاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة خلال اليومين الماضيين وأكدت إحدى عشرة بلدية في بيان مشترك على أن طرابلس عاصمة أمن وسلام واستقرار مشددين على وجوب إخلائها من كافة التشكيلات المسلحة وفق البيان إلى ذلك استنكرت البلديات إغلاق الأجواء الليبية وتعليق الرحلات الجوية وما ترتب عنها من أضرار مادية ومعنوية للمسافرين دون مبرر مطالبة في الوقت ذاته بتشكيل لجنة تحقيق من الجهات المختصة حيال هذه التجاوزات بحسب البيان في الزاوية أكد أمير قوة حفظ الأمن عياد العروسي تسليم المدعوين إبراهيم لحنيش وأكرم الخضراوي إلى قوة الردع الخاصة بعد أن سلما نفسيهما في وقت سابق للجنة الوساطة من أجل تهديئة الأوضاع المتوترة في المدينة وأوضح على العروسي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن محيط شارع جمال عبد الناصر بات آمنا بعد انسحاب طرفي الاشتباكات إلى موقعهما مطالبا الأهالي بالعودة لمنازلهم بعد توقف إطلاق النار هذا وشهدت المنطقة منذ أيام اشتباكات مسلحة بين مجموعتين الأولى بقيادة إبراهيم لحنيش والأخرى تحت قيادة أكرم الخضراوي أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى والقتل أكد ناطق باسم مدرية أمن الزاوية نبيل بوزواي العثور على جثة أحد أفراد مدرية الأمن بالمدينة ملقاة بمنطقة حش الستين على الطريق المؤدية إلى جبل الغربي وأوضح أبوزواي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن أمير مصطفى خليل كان قد اختطف قبل 12 يوما في منطقة شلغودة جنوب المدينة من قبل ما وصفها مجموعة خارجة عن القانون من منطقة ورشفانة بعد تهديدات سابقة له على خلفية كونه أحد ثوار المدينة البارزين في بنغازي قتل ثلاثة من عناصر الهندسة العسكرية هناك جرح آخر إثر انفجار لغم بمحور سيد فرج بالمدينة وأوضح المكتب الإعلامي لصنف الهندسة العسكرية في بنغازي أن القتل والجرح ثلاثة جنود برتب رئيس عرفة وحدة فيما كان الرابع يعمل بصفة متطوع قال مصدر من شورة ثوار بنغازي أن قوات السلاح الجوي الموالية لقوات حفتر قصفت اليوم محيط مصنع الأسمنت في الهواري بالبراميل المتفجرة وأوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اشتباكات قوية جرت مع قوات حفتر في محور الهواري لافتا إلى أن قواتهم ما تزال تحافظ على كامل تمركزاتها وفق تعبيره يشار إلى أن المصنع كان قد تعرض لقصف عنيف بالبراميل المتفجرة الموضة الماضية الأمر الذي تسبب في أضرار مادية كبيرة في مرافقه دان التكتل الاتحاد الوطني الفدرالي أعمال الخطف والتغييب القصري التي تعرض لها بعض النشطين بمدينتي المرج وشحات يوم أمس طالب التكتل في بيان له مجلس النواب وحكومة الأزمة بوضع حد لما اعتبره تماديا في الاعتداء على الحريات خارج صلاحيات القضاء والأجهزة المعنية ذلك فضلا عن دعوته لوزارة الداخلية إلى التحقيق لمعرفة الجهات التي تقف خلف عمليات الخطف والتغييب القصري يشار إلى أن عمليات خطف شملت العديد من النشطاء والمدونين المؤيدين للحراك الفدرالي المدة الماضية منهم علي العسبلي أحمد الحواز والميار العرفي قال صحف التحقيقات بموقع انترسبت الأمريكي ماسيو كول إن مؤسس شركة بلاك ووتر أريك برينس قدم سنة 2013 مقترحا لاستخدام المرتزقة للقضاء على الإسلاميين وإعادة الاستقرار إلى الشرق الليبي وفي تصريحات لبرنامج ديموكريسي ناو أوضح كول أن برينس كان يعاني من تعدد مراكز القرار في ليبيا وأنه اضطر إلى تقديم اقتراح آخر يحظى بالقبول السياسي يتمثل في مكافحة الهجرة غير النظامية وأشار كول وهو أحد معدي التحقيق الأخير لموقع انترسبت بشأن تورط برينس في محاولة بيع ليبيا أسلحة رغم الحضر أشار إلى أن مؤسسة بلاك ووتر حاول في النهاية عقد صفقة مع قائد عملية الكرامة خليفة حفتر كان متأقلما مع الوضع في ليبيا فقد كان خبيرا بشؤون العرب ولكنه وجد صعوبة في معرفة القيادات المتصارعة ما فعله بالتحديد هو مقابلة ومحاولة عقد اتفاق مع حفتر الذي هو زعيم قوة المسلحة في ليبيا ولكنه كان مواطنا أمريكيا عاش في الولايات المتحدة فترة طويلة وعاملا مع وكالة الاستخبارات الأمريكية لعدة سنوات إلى درنا حيث أفاد مظل إعلامي في المدينة أن مسلحين ألقوا القبض على مندوب جهاز الحرس البلدي بمدينة درنا فرج ششان الشاعري بمطار لبرق أثناء استعداده للسفر إلى العاصمة رابلس لإتمام إجراءات أمنية لمالية عفوا لعناصر جهاز الحرس البلدي درنا وكان للشاعري دور بارز في إعادة تفعيل عمل جهاز الحرس البلدي بالمدينة بعد توقف عمل الجهاز الذي استمر لأكثر من خمس سنوات نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل السويحلي يواصل عروضه القوية في بطولة الأندية الإفريقية للكرة الطائرة بالقاهرة ويتأهل إلى الدور النصف النهائي المجلس الرئاسي يعلن استكمال الترتيبات الأمنية وبدأ حكومة الوفاق لانتقال إلى العاصمة لمباشرة مهامها وعقيل صالح يدعو أعضاء مكتب الرئاسة والبرلمان لاستئناف الجلسات واتخاذ قرار ينهي الأزمة بنكيمون يدعو من وصفهم بمعاركلي انتقال المجلس الرئاسي إلى العاصمة للتعاون والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا يقول إن المنافذ الحدودية يجب أن تكون تحت سلطة المجلس الرئاسي اشتباكات مسلحة في منطقة غوط الشعال غربية ترابلس وبلديات ترابلس الكبرى تدين التوترات الأمنية في العاصمة أهلا بكم من جديد نظم العاملون بشركات الخدمات العامة في عدد من المناطق وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة حكومة الإنقاذ بالعاصمة ترابلس تعبيرا عن اعتراضهم على القرار رقم 52 بشأن حل شركة الخدمات العامة وتوزيعها على البلديات وطالب العاملون بإعادة النظر في القرار وإعادة تقييمه لإضراره بالمصلحة العامة نظرا لعدم قدرة الدولة على تفعيل القانون رقم 59 الخاص بالحكم المحلي الذي يعتمد على الإرادات في تمويل نشاط شركات الخدمات العامة نفيدكم نحن العاملين بشركات الخدمات العامة بتحافظنا الشديد على منصة عليه قرار ملسل وزراء بحكومة الإنقاذ الوطني رقم 52 لسنة 2016 المشاري إليه ونرى أنه يمتل ضررا بالمصلحة العامة ومصلحة العاملين بالشركات ونرى عدم تفعيل هذا القرار طالب أعيان وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس البلدي في تازربو بدعم المؤسستين العسكرية والأمنية وتفعيل القضاء ودع أعيان وحكماء المدينة في بيان لهم إلى تأمين كل مواقع الجنوب الشرقي ممن سموهم بالمفسدين والمجرمين لضمان عدم تكرار حادثة النهر الصناعي التي أدت إلى إتلاف وحرق بعض ممتلكات المشروع وأكد الأعيان والحكماء دعمهم للمصالحة الوطنية مطالبين بالنظر في السجون والمعتقلات السرية غير الشرعية عودة المهجرين والنازحين خارج ليبيا وداخلها اختتمت في مسجد طيبة بمدينة درنة مسابقة للقرآن الكريم شارك فيها عدد من طلاب مراكز التحفيظ في المدينة من أعمار مختلفة ومن الجنسين واستمرت المسابقة ثلاثة أيام تحت إشراف مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمدينة هذا ومن المنتظر أن يشارك الفائزون بالمراتب الأولى في مسابقة للقرآن الكريم على مستوى ليبيا ممثلين عن مدينة درنة وتعد هذه المسابقة هي الخامسة والعشرون للتنافس في تلاوة كتاب الله على مستوى المدينة نظمت كلية الفنون والإعلام بجامعة مصراته أسبوعا مفتوحا لعرض أعمال الطلبة وقد لاقت هذه الأعمال الفنية استحسان الكثير من الزائرين حتى أن البعض أعربوا عن رغبتهم في شراء بعض اللوحات تفاصيل أوفى عن هذا الأسبوع المفتوح في التقرير التالي كلية الفنون والإعلام بمصراته والتي تأسست في 2014 تفتح أبوابها لمدة أسبوعا أمام الإعلاميين والفنانين والموسيقيين للاطلاع على ما صنعته أنامل الطلاب طلبة كلية الفنون والإعلام ليس مجرد طلبة علم بلهم فنانون بدرجة أولى كل قسم هنا يروي حكاية موهبة وقد أتاحت لهم الكلية فرصة كبيرة لسقل هذه المواهب ودعم أفكار الشباب كثير من المواهب التي لم نكن نتوقع عنها نجدها في الطلاب الحمد لله هناك كثير من طلابنا أصبحوا لديهم قدرة عالية الآن نتيجة لموجود نواة المواهبة لديهم أصلا نحن نعمل في اختبارات عند القبول والحقيقة الحمد لله هناك مخرجات وهناك طلاب استطعنا أن نحفز عن المواهبة كلية الفنون والإعلام مجهزة باستوديوهات تسجيل ومعدات بث نذاعي وغرف تحرير أخبار وجذبت إليها قرابة 500 طالب يتطلعون إلى العمل في مجال الإعلام والفنون الجميلة ويعتبر هؤلاء أن الكلية توفرت لهم فرصة لاختيار مجالات عملهم المستقبلي أنا درست الألام كانت حلم منذ صغر عندي بدأت تخصص الصحافة طبعاً أنا أول ما تخرجت من التنوين العامة سمعت بخبر افتتاح كلية في جامعة مصراتة وكلية الفنون والإعلام طولت وجهت أني قدم وسجلت فيها هنا تم تنظيم معريض خاص بالأعمال الفنية للطلبة لوحات ملأت كل زوايا المعرض مزيج بين الألوان والأضواء قد تنسي الزائرة أنه أمام أعمال طلبية حيث أشاد الكثير من الفنانين المحترفين بهذه الأعمال حتى أن بعض رجال الأعمال أعربوا عن رغبتهم في اقتناء بعض اللوحات لتزين مكاتبهم أو منازلهم هناك عديد الأعمال الطلبة أشادوا بها الفنانين التشكيليين قاموا بزيارة هذا المعرض أيضاً تفاجأنا صراحة بأحد رجال الأعمال لمبنى فندق حديث إن شاء الله أصر أنه سيؤتت ذكرات الفندق بلوحات من هذا المعرض من أعمال الطلبة وهذا شيء جميل جداً تسعى كلية الفنون والإعلام بمسراطة لتحقيق نقلة نوعية في التعامل مع طلبة الفنون باحتضانها المواهب الشابة وتوفير المناخ المناسب لهم للتعبير عن أفكارهم وترجمتها إلى أعمال فنية قد ترتقي إلى الاحترافية في كثير من الأحيان ختام النشرة وإليكم تذكيراً بأبرز ما جاء فيها المجلس الرئاسي يعلن استكمال الترتيبات الأمنية وبدأ حكومة الوفاق الانتقال إلى العاصمة لمباشرة مهامها وعقيل صالح يدعو أعضاء مكتب الرئاسة والبرلمان لاستئناف الجلسات واتخاذ قرار يمهي الأزمة بانكيمون يدعو من وصفهم بمعرقلي انتقال المجلس الرئاسي إلى العاصمة للتعامل والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا يقول إن المنافذ الحدودية يجب أن تكون تحت سلطة المجلس الرئاسي اشتباكات مسلحة في منطقة غوط الشعال غربية طرابلس وبلديات طرابلس الكبرى تدمين توترات الأمنية في العاصمة دمت في أمان الله ورعايته اشتركوا في القناة